السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتما تشوفوا هذا الفيديو واشركم بروكاة كانت مننا يدخل إلينا وليكم واتشار الفضيل لا فاقيد ولمفقودين ان شاء الله اليوم كما تشوفوا معي في هذا الفيديو سنشارك معكم واحد جوج عصائر صراحة جولدات الحامض للبرتقال لما لا نستغلوا هذه الوقتة ديالهم ديال الحوامض ورابتة من مناسب موجودين أقل من تدراهم وصراحة زوين كينفع هذا العصير بزاف في الشهر الفاضيل فوق المائدة ديال الافطار ولكدلك ممكن استخدموها كنخليوها للصف ان شاء الله صراحة زوين زوين في المكان بقول غصير كنلقاوهم موجود وكي يجيل ديد اقتصادي بلا ما نستغل راسنا في المكان بقول غصير كنلقاوه واجده كافي مجمد كيبقى حتى لأكثر من سنة سنبدأ على براكتي الله عندي هنا واحد جوج كيلو ديال البرتقال ديال النافيل اللي كيكون احلو وجوج كيلو ديال الحامض كما تشوفو هنا يرى بعد ما قصلته مزيان بواحد الشيطة ومسحته مزيان لان انا غنستخدموه هذا القشرة دياله لهذا خاصة نضفه مزيان صافي هنا خطيت واحد البول كما تشوفو خطيت هنا ديك الحكاكة الجهة الرقيقة كما تشوفو معي وغادي نبدا نحكي ذاك الحامض هو اللول ما نوصلوش لذيك الجلدة البيضاء باش ما كيعطيناش جيك المرورة صافي هنا بعد ما حكيتو كامل وشو هنا ذاك القشور دياله صافي عندو زبا ان شاء الله باش نعصره معكم في الأسارة اه 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 اذا كانت هكا ديال الدورة كتعونكم بزاف وإذا كانت عندكم اغريد ذاك العادية طبيق الحارة ندروح طبيلة ونقذو وإذا كانت ديال الدورة عمليا كسر كتنفعكم سوف نقوم بزافة كاملة الحامض ومن احسن لنخذه ذاك الحامض لما يكونش في ديك الجلدة غليظة كالبز فرخة باش يعطينا واحد الكمية ديال العصر مهمة سوف يجب هنا كما كشتورة هاذك الجلوف ودك العلف ديال الحامض اه كامل تعزليا سوف هنا بعد ما عصرت ذاك الجلو ديال الحامض وحكيت ذاك القشيرة دياله وضف سهن لديها ذاك العصر سوفي غادي نضيف عليه واحدة كيلو ديال السكار يعني كل جج كيلو ديال الحامض نضيف عليها كيلو السكر ثانية سنحاول نحرك كل شيء جيدا وحتى كده بيدك السكر ونضيفه في المطبخ مره مره فيما ندوز ونحرقه يعني نضيفه حتى كده تماما فيما نضيفه في الكزينة ومره مره ندوز ونحرقه غرضنا السكر باش ينسى جمليه مع ذاك العصير ومع ذاك القشور حتى نحصله على وحد سيرو ونضيفه على الجنب ونضيفه بالنسبة لليمون سوف نضيفه حتى هو نفس الشيء سوف نضيفه حمض 1 كيلو ونأخذ نافيره وكما ترى نضيفه القشور ضروري لا نضيفه لنضيفه القشور لنضيفه القشور كامل سوف نضيفه عصير لنضيفه القشور بعد ذاك والايد كمية العصير ونضيفه اطلع سوف نضيفه ثم نضيفه حتى نضيفه ونضيفه متجه تقريباً واحدة ليلة كاملة ندروها كف الصباح حتى الغطلة إن شاء الله عاد نقدر نصفه تبع معي الفيديو إن شاء الله غادي تكون طريقة واضحة ونفهمها هناك مشتور عنا العصير الحامض والبرتقال نفس طريقة لدينا اليوم ونجعلهم يباتوا في المطبخ ليلة كاملة اللي غادي إن شاء الله غادي نكمل معكم طريقة هناك مشتورة باتوا واحد ليلة كاملة في المطبخ وداب ليدك السكر تماماً وكما الشورة صغير ولا عاقد ولا لشكل سيرو نفس الشكل حامض كيف الليمون ده بغا ندوز إن شاء الله بس نصفيه غادي ناخد هنا واحد واحد البانيو هكا ولا واحد البول وغادي ناخد هات الصفايا لكي تكون رقيقة هكا ماشي دك الصفايا الحمراء حيث ما بويتش نزلي هذك القشور دي الليمون يعني بويتش يبطي يغيذك السيرو اللي كي بولي عندناه ووالي غراضي به وهذه القشورة ما غادي نرميه همش بطبيعت الحال غادي نحتافظو به هم كيم ما غادي نوريكم كنناخد دك الصفايا لكي تلكم رقيقة هكا بحنيله يعني ما كتهبطت شي حاجة كتكون رقيقة بزاف باش ما يدوز لي هتشي حاجة وبالنسبة لهذا القشور هاو ما بعد ما صفيد ذاك الليمون كي ماشتوها واركيه بطلياغي ذاك الليمون صافي ذاك القشيرات راكي بقونية الفوق وهذه القشورة نحتفظو بهم هكا في المجمد فيما كان بغن ندره شي قطولة شي حلوة او لاش عاجة كننسمو بها راك نلقوهم وكننهزو منهم نفس الشئ الحامض ونفس الشئ الليمون يعني كان نحتفظ بهم هكا في مجمد نستمر انا ان شاء الله نستمر انا ان شاء الله نستمر انا ان شاء الله نستمر لها الكيمية كاملة على الليمون كما ترى بها الطريقة اللي كتشوفوا اللي سهلة وبسيطة صفي هنا سهل يدك الليمون ندوزو نفس الشئ الحامض بنفس الطريقة حتى هو نعود نصفيه في نفس الصفة ونأخذ واحد لابول اخر ونبدأ نزكب المغيرفة ونبدأ نصفي باش ما يهبط ليشجك القشور اللي حكينا بحاله هكا نبدأ نحط نخوي شوية ونبدأ نعون با با ذاك المغرفة باش كتسرع ليا باش يهبط لي يدك الحامض بغتنا غير ذاك المركز وهذه الجلوف كما قلت لكم هؤلاء القشيرة ترى ما ترميهم شا نحتفظو بيهم هنستمر ان شاء الله كاحتين سهري ونوريكم طريقة ديالا الاحتفاظ على هادا المركزة سوف نأخذ هنا واحد جوجة علبة واحدة سوف نخوي فيها مركزة الحامض على شكل كما تشوفوه وعام ثاني سوف نأخذ واحد العلبة أخرى ونخوي فيها مركزة البرتقال سوف نغلق عليهم بشكل عادي وندخلهم المجمد واحد الليلة كاملة حتى يقبطوا فرصهم كي يكون لدينا موجد هكال السيما ومني كنبغي وطبيعة الحالة ويصيره كان يكون لدينا ساهل غي كان هالسجة معلقة وكنديروها غيف الماء صافي كي يكون لدينا العصير واجد ثم ندخله المجمد هاو مبت مبت ليلة كاملة ليلة كاملة هاو المركز ديال الحامض كيفاش يجي لا يقصح لان ذلك السكر لا يخليش يقصح ومركز البرتقال هاو كيفاش يجاني ما يكون شقها صح انه ما يسهل لنا باش كنقدر نهزه صافي كان نهزه واحد جهد معلقة وكنديروها في واحد كاس وكننضيفو عليه هالماء وكننشربوه بصح ورحاما وكننضيفوه ليلة سكر لا تشي حاجة وبنسبة لك القشور ديال بورتقال القشور تالليمون الحامض هاو ما كيفاش بعدما قدرتهم في المجمد كيفاش يوليو صراحة مني كان نبغوه هم وكننضيفوه هكا في الكيكو وبالنسبة للعاصر سوف نحضره معكم وتشوفوه صراحة هاكي يجي مركزو الديد وليات مشبعوه منه ممكن تستعملوه هكذا في المناسبات احتفظو بشهر الفاضي ان شاء الله او في الصيف كينفع بزاف نجدوه ونخليه ونبغي ونلقه واجد قدرت واحد المعين القادية الحامض خويتها فكت ونفس الشي قدرت واحد المعين القادية المركز للبورتقال سوف يكفي ونطفع عليهم الماء اللي يكون عادي يعني بارد ولا تغيرها كامروبيني طفي كان اخوي القياس اللي بغيت وكان خلط مزيان وكيكون لدينا العاصر وواجد ومنعش والديد ما تشبعوش منه وجربوا هي البنات وكيستحق جريبة والله يجي غزال غزال ما شاء الله ومنعش بزاف وهادي بقيتون تستغله الحوامض وتمل مرخوف هكا وبهكا كيكون وصلنا نهاية الفيديو كنتمنعش بكم وما تنسونا شمال لايكات والاشتراك في القناة وتبرتجوهم على أهل الأصدقاء كي تعمل فائدة وكي قلتنا كي تزيط أكثر وأكثر وبصحة والراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر